من النصايح أبو الأسود الدوءة دي الفقيه والشاعر واضع من نحو لبنته في يوم زفافة يا بنيتي إن الأمهات يؤدبنا البنات وإن أمك ماتت وأنت صغيرة يعني إيه اللي حاصل؟ إني أنا اللي هأم بالمهمة دي يعني يا وابو عايز أقول لها إيه والدتك ماتت قبل ما تيجي لحظة زواجك عشان تنصحك فأنا عامل كده يا بنيتي إياك وكثرت العتاب فإنها قطيعة للود وإياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق وعليك بالزينة وأزين الزينة الكحل وعليك بالطيب وأطيب الطيب الماء وكوني لزوجك أمة يكن لك عبدا وكوني كما قلت لأمك في بعض الأحيين خذ العفو مني تستديم مودتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضبه إيه بقى إيه لحصل إيه بقى هو نصحة بجملة من النصائح ثم قال فإنك لا تريدين فإنك لا تدرين كيف المغيب ولا تكسر الشكوى فتذهب بالهوى وإيه ويتني ويؤنبه قلبي والقلوب تقلبه فإني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمع لم يلبس الحب يذهب ترجمة نانسي قنقر